بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في درس من دروس القواعد اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن صيغة أو جملة تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية ونصادفها كثيرا في الكلام الشفهي وفي الكتابة وعندما نقرأ نصا ما وهي إليا إليا فأينا تستعمل إليا وما فائدتها في اللغة الفرنسية إليا سيبور عندكي كنتر أو إن شوز إبريزان يعني بور عندكي كن كنتر لكي نشير إلى أن كائنا ما أو شيئا أو إن شوز إبريزان حادرة أو نتلز إليا نستعمل إليا بما إذا أردنا أن نعبر عن شيء يوجد مثلا فوق الطاولة أو شيء مثلا يوجد في البيت فماذا نستعمل؟ نستعمل إليا مثلا يمكن للإنسان أن نقول ماذا يوجد في البيت؟ أو في الحجرة؟ ماذا يوجد 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 في الحجرة؟ في الحجرة؟ كما يوجد في الحجرة؟ تماما يوجد عليه أردنا�� إليا Plus Un article Plus Un singular Il y a un nom Il y a un ver Il y a un stylo يعني يوجد رجل Il y a un ver يوجد كأس Il y a un stylo يوجد قلم Il y a une table يوجد طاولة Il y a un guitar يوجد يعني guitar الآلة الموسيقية Il y a un chaise يوجد كرسي هنا La chaise باللغة الفرنسية Citanon Femina اسم مؤنث بخلافة العربية فهو اسم مذكر الكرسي هنا نقول La chaise Un chaise كذلك يمكن أن نستعمل Il y a plus un article plus un nom plurial يعني يمكن نستعمل Il y a إضافة إلى article إلى أداة إضافة إلى اسم جمع اسم جمع un nom plurial جمع أمثلة Il y a des sac Il y a des sac Il y a des table Il y a des table Il y a des chais Dans la classe Il y a des chais يعني في القسم هناك يوجد كرسي Il y a des guitar Il y a des guitar إذن يمكن أن نستعمل Il y a زائد article زائد non singulier ويمكن أن نستعمل Il y a زائد article زائد non plurial إذن هنا أخذنا هذه الأسماء table guitar chaise التي أضافة إلى المفرد ثم أضافنا إليها أصبحت plurial أصبحت جمع وستعمل Il y a كذلك يمكن أن نستعمل Il y a للإجابة على سؤال ما مثلا qu'est-ce qu'il y a sur ou qu'est-ce qu'il y a dans ماذا يوجد فوق أو ماذا يوجد في فنستعمل il y a كما قلت لكم qu'est-ce qu'il y a dans la chambre il y a des chaises il y a des chaises qu'est-ce qu'il y a sur la table qu'est-ce qu'il y a sur la table qu'est-ce qu'il y a sur la chaise qu'est-ce qu'il y a dans le sac on a dans يعني في في داخل le sac يعني sac bag in English qu'est-ce qu'il y a dans le sac ماذا يوجد dans le sac sur la table qu'est-ce qu'il y a sur la table sur la table il y a un portable qu'est-ce qu'il y a sur la chaise sur la chaise il y a un livre qu'est-ce qu'il y a dans le sac dans le sac il y a des clés يوجد مفاتيح يوجد مفاتيح في داخل le sac إذن أترككم وإلى اللقاء في درس المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته